دي كانت نقطة مهمة وخبر مهم جداً لازم أبدأ به فقر الترند الترند الموضوع التاني ويمكن كان شيء غريب بالنسبة لي وبالنسبة لكل الأهلوية إن صهرة الأمس تبقى في كل صفحات السوشيال ميديا وفي كل البرامج بتتكلم على قضية قهرباء وقضية عبدالله السعيد قضية قهرباء وقضية عبدالله السعيد ورغم القضيتين متعلقين بالنادي الأهلي فقط لكن البعض مش هقول بيحاول يجتهد لكن البعض بيحاول يقول وجهات نظر في موضوعات كتل البحث فيها بل صدرت فيها أحكام وقضية قهرباء تحديداً من القضايا التي أصبح فيها حكم نهائي بات لا يجوز إنك تقول معلومة أو تبدي وجهة نظر عكس الحكم الذي صدر ليه؟ لأن في قاعدة قانونية ودي رسلتي كإعلامي وكصحفي اتعلمنا كده إنك لازم يقول لك رسالة إعلامية لمين؟ للمشاهد أو للقارئ أو للمستمع إيه هي الرسالة الإعلامية؟ اللي أنت تقوله المعلومة المجردة من أي انتماء أو تقول حكم قانوني صادر بشكل رسمي دون إبداء وجهات النظر ليه؟ لأن في قاعدة قانونية بتقول الحكم البات يعد عنواناً للحقيقة فلا يجوز البحث عن حقيقة أخرى غير التي عبر عنها هذا الحكم أعتقد الكلام واضح جداً ودي قاعدة قانونية لأي حد عايز يفتي أو يتكلم في قضايا لازم يقرأ ويشوف القواعد القانونية لما بيكون في أحكام نهاية صدرت ليه بقول كده؟ ما ينفعش بعد حكم صدر في قضية قهربة من حوالي 6 شهور لسه بعض الأشخاص اللي بعض الانتماءات غلبة على وجهات نظرهم يطلعوا يتكلموا على الأهلي ودور الأهلي وموقف الأهلي في هذا الموضوع بل كمان أنا فجيت مبارح أن في تصرحات لإناسيو المدير الفني السابق لأفش البرتغالي بيتكلم على انضمام قهربة وأنتوا يا جماعة ما عندكمش الحكم يعني اللي ما عندوش الحكم الصادر من المحكمة الرياضية من خلال 85 ورقة يكلمنوا والله أبعطوا الحكم الحكم بحيثياته بقرارات الاتحاد الدولي بقرارات المحكمة الرياضية شارح فيها كل حاجة متعلقة بقضية قهربة قضية قهربة يا جماعة عشان نجيب من الآخر لأن الموضوع ده للأسف البعض عايز يلعب على ذاقرة التاريخ نبدأ نتكلم دلوقتي عن الأهلي وبعد عشر سنين وعشرين سنة كلام دا اللي بيتقال دلوقتي خلاص هيترسخ ويبقى موجود بقى فيديوهاته على السوشيال ميديا واللي بعدين هيبدأ يتكلم عليه زي كده ما البعض اتكلم على قضايا رياضية حصلت في الستينات وفي السبعينات بسبب بعض التزييف في الحقيق اتقالت وقتها ففي ناس بتقرارها دلوقتي انا مش هسمح بدا لان انا قضيت قهرباء قردها من اول ورقة لغاية اخر ورقة 85 ورقة او 85 مستند في هذه القضية والقاعدة القرونية بتقولك لما يكون في حكم نهائبات دا عنوان للحقيقة ما تقولش اي وجهات نظر ولا تبدي اي وجهات نظر ولا تسأل في حاجة تانية خلاص الموضوع انتهى ليه بقول الموضوع انتهى لان انتو بتحولوا قدر الامكان تقولوا الاهلي مسؤول الاهلي عمل ورقة القضية بيقول الاهلي بر الموضوع تماما بل بالعكس ورقة القضية قال ان الزمالك مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الموضوع وعن خروج قهرباء من نادي الزمالك بهذا الشكل واللي حسن ملف قهرباء يا جماعة عشان نجيب من الاخر تاني خطاب صدر من اتحاد الكورة في 29 ابريل 2020 بيقول فيه ان العادة توصق في اتحاد الكورة رغم ان الزمالك قبلها في 18 فبراير 2018 او 18 نوفمبر 2018 اهلي توصق دلوقتي الاتحاد قالك لا ده توصق في ستمبر 2017 بس دي القضية هنا اتحكم بتغريب قهرباء مش اكتر ولا قول ولا قل هل الاهلي طرف؟ لا الزمالك اشتاكل اهلي في الاتحاد الدولي وخسر القضية اشتاكل اهلي في المحكام الرياضية وخسر القضية انا على مدار اكتر من 6 شهور مش عايزة اتكلم فيها كتير لان فيه احكام فيه حكم صادر بس الناس مش عايزة تكتهد وتجيب حيثيات القضية مش عايزة تجيب الحكم وطير الحكم مكتوف في ايه مش عايزة تشوف مين اللي كان موجودين اطراف القضية عشان تعرف مين اللي تم ايدانته ومين ما تمش ايدانته لكن كل شوية الاهلي اصلي اناسيه ما يعرفش اصلي نادي افش متضامن ولا مش متضامن اصلي الاهلي دوره ايه في القضية ايه يا جماعة في ايه؟ ليه؟ حكم صدر والموضوع انتهى وواضح في حيثيات القضية المحكمة الرياضية بتقول دور الاهلي ايه؟ الاهلي ملوش دور اصلا وتم شكوة الاهلي مرتين على فكرة تم شكوة الاهلي مرتين والاهلي خرج في قضية الفيفا وفي المحكمة الرياضية وما فيش اي اسانيد لاي شيبل بالعكس المحكمة الرياضية في حيثياتها قالت الزمالك جزء من مسئولية على خروج قهرابكة اتناد الزمالك لا اسباب كتير قوي يعني لو جيه وقتها وفي حلقات تانية ممكن نشرح في القضية والله في حيثيات وفي مستمدات رسمية في القضية لو طلعناها فيه ناس هتستخدم مش هتتكلم في القضية من تاني دي جزئية جزئية تانية الناس بتتكلم في موضوع عبدالله السعيد تاني وانتوا زعلانين ليه ان الاهلي بيدافع عن حقه يعني ده حق اصيل للنادي الاهلي هو ده مش تعاقد مضى عليه عبدالله السعيد ومضى فيه النادي اهل جد السعودي وفيه تعاقد سلاسي وفيه تعاقد سنائي مع اللاعب لما تم خرق هذا التعاقد مش بالحق النادي الاهلي انه يدافع عن حقه ليه الناس بتتكلم على ان النادي الاهلي بيلحق اللاعب هو يلحق اللاعب ليه مش فيه تعاقد مش فيه حقوق يا جماعة هو انتوا ليه ده حقوق دايما بتاخده منظور اي قضية في اطار ان النادي الاهلي بيعمل حاجة غلط ليه دايما مشاكلكو او التنافس اللي ما بين الاهلي وبايا الاندية او نادي منافس الناس عايزة تاخد الاهلي في سكة دايما ان النادي الاهلي بيعمل حاجة غلط ما الأهلي ما عملش حاجة ولد بدليل إن في أول درجة في مركز التسويق والتحكيم الحكم صدر لصلاح النادي الأهلي فبالتالي هي مسألة حق لازم أدفع عن حق الغاية آخر درجة وآخر درجة من درجات التقاضي وليه فكرة جماهير المنافس أو إعلام المنافس يتكلم عن القضية يا فند الموقع الماضي معاك وسبك ومشي اتحطي جنيه زيادة ولا اتنين جنيه زيادة وسبك ومشي بدل ما تبقى زعلان أنت بتتكلم في إيه دلوقتي يعني أنت بتتكلم في أي موضوع إيه دورك أصلا في الموضوع إيه علاقتك بالموضوع عشان تناشى أو تتكلم فيه بصراحة الواحد مش قادر يستوعب ولا يفهم الرسالة الإعلامية اللي البعض عايز يصدرها للجماهير الكرة المصرية في أضايا هم مش طرف فيها هم ملهمش علاقة بيها ولا مسكوا الورق الرسمي ولا أروا الأضايا ودايما بيتكلموا في إطار دايما سلبي على النادي الأهلي مش هنسمح بده ومش هنسكت على ده لأن احنا معنا مستندات رسمية وفي مواقف رسمية لازم نشرحها لكل الجماهير عشان التاريخ بعد خمس سنين وبعد عشر سنين الناس تبع عارفة الحقيق فين سواء في عضية قهرابة في عضية عبدالله سعيد في أي قضية تتعلق بالنادي الأهلي ده دورنا ومش بندافع إلا في الحق لو الأهلي كاسبان قضية هندافع عليها لغاية آخر لحظة ولغاية آخر يوم